بين السطور لطائف النفحات تسكي النفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات وَأَلَّاهُ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَى بِهِ دَابٍ خَرِيْينَ لا يسخر نور من اول عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون الإنسان يعيش في ضمن مجتمع لأن الإنسان مدني بالطبع لا يمكنه أن يعيش منفردا والمجتمعات المختلفة هي نواة الحضارات الحضارات التي كانت أو لا زالت في الأرض هذه الحضارات تتكون من مجتمعات مختلفة هذه المجتمعات المختلفة حسب عادات أو آداء أو عقائد مختلفة تتوحد تلك الآداء والعادات واللغة مثلا وتكون حضارة واحدة لكل حضارة مقومات إذا أرادت تلك الحضارة الاستمرار يجب أن تتوفر فيها تلك المقومات إذا تلك المقومات كانت موجودة الحضارة تستمر لكن إذا تلك المقومات أو بعضها كانت مفقودة بالتدريج أسباب الإنهيار تنخر في تلك الحضارة فتزول نرى في التاريخ حضارات كثيرة هذه الحضارات سادت لفترة ثم بادت يعني كانت هذه الحضارات موجودة لعله لسنوات أو لقرون طويلة تلك الحضارات استمرت لكن بادت تلك الحضارات وزالت لماذا تلك الحضارات زالت؟ لأن مقومات الاستمرار فقدت فيها أو لعله في بداية الأمر كانت تلك المقومات موجودة لكن بالتدريج أسباب الفشل استشرت في تلك الحضارة فبالتدريج ضعفت وزالت وخلفتها حضارة أقوى الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا يعني الله سبحانه وتعالى يأمر الناس بالصلاح اللي هي من مقومات الحضارة لكن المترفين لا يستمعون إلى كلام الله فيفسقون يأمرهم الله لكنهم يعصون أمرنا مترفيها بالصلاح لكنهم لم يستمعوا ففسقوا فيها فدمرناها تدميرا من أهم مقومات استمرار الحضارة واستمرار المجتمع السليم هو طيب الكلام وعدم البداء يعني من أسباب حشل أي مجتمع أو أي حضارة وزوال تلك الحضارة البداء لماذا؟ لأن المجتمع إنما يستمر إذا كان هناك اتحاد أما إذا لم يكن هناك اتحاد وكان هناك تفرقه التفرقه أهم سبب الزوال التفرقه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم التفرقه أول سبب للزوال الكلام البديء من أهم أسباب التفرقه من أهم أسباب العداوة بين الناس لعضاء الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول وقولوا للناس حسنا إذا تكلمتم مع الناس تكلموا معهم بكلام حسن لا بكلام بديء لأن الكلام البديء يوجب التفرقه يوجب الاختلاف إذا هذه التفرقه والاختلاف حدثت حتى إذا هذا الكلام البديء كان ناشئا عن المزاح يوجب العداوة إذا أوجب العداوة تحصل التفرقه إذا حصلت التفرقه يسيطر الشرار فيدعو الخيار فلا يستجاب لأنه الشرار إنما يسيطرون إذا كانت هناك بين الناس التفرقه فضرر الكلام البديء يصيب الإنسان قبل أن يصيب غيره لهذا هذه الآية الشريفة تقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم قوم يعني مجموعة من الرجال ولا نساء من نساء لا الرجال يستهزئ بعضهم بالبعض الآخر ولا النساء يستهزئ بعضهم بالبعض الآخر كان هناك أحد أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكان في أذنه واقر يعني إذا كان سماع تقيل لا يستمع إلى الكلام بسهولة كان هذا دائما يأتي ويجلس عند المنبر ليستمع كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا الشخص في يوم من الأيام تأخر والصلاة كانت منتهية والرسول كان على المنبر والصفوف مصطفح وكان يتكلم فهذا جاء إلى المسجد وقال للناس تفسحوا تفسحوا له المجال إلى أن وصل إلى أحدهم قال تفسح لاك ما تفسح له قال له أنت جئت متأخرا تجلس حيث انتهى بك المجلس طبعا الإنسان يجب أن يحترم الكبار أو الذين بهم علة يعني هذا الشخص لم يكن لغرض سيء يريد التقدم إلى الأماح وإنما كان يريد استماع كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالمفروض من هذا الصحابي كان يفسح للمجال ليستمع غرض خير كان عنده لكن لم يسمح له فهذا جلس خلفها الرجل هذا ثابت الذي كان في أذنه وقر بعد أن انتهى كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا ثابت أراد أن ينتقم من هذا الرجل لأنه لم يفسح له المجال ماذا قال له قال له إن أمك كذا وكذا كانت في الجاهلية فهذا الرجل الصحابي تصبب العرق حجلا وحياء فنزلت هذه الآية الشريفة لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم هذا إذا فرضا كان هناك إشكال في أمه أو فيه مثلا بعد أن تاب إلى الله سبحانه وتعالى وثم صار مؤمنا يجب أن لا تسخر من حتى إلى ذلك العين كان موجودا فيه لماذا؟ عسى أن يكونوا خيرا منهم لأن كل إنسان ليس كاملا من كل الجهات إلا المعصومين عليهم الصلاة والسلام ليس كاملا من كل الجهات كل إنسان فيه عيب من جهة من الجهات إما في خلقه إما في خلقه إما في أصده إما في حسبه إما في نسبه على كل حال فيه عيب من العيوب لأن الإنسان خلق ضعيفا مو كامل من كل الجهات لسه إذا ذاك الشخص الآخر فيه عيب أيضا الإنسان فيه عيوب لماذا يشتغل بعيب الآخرين وينسى عيب نفسه طوبة لمن شغله عيبه عن عيوب الناس يشتغل بعيب نفسه قبل أن يشتغل بعيوب الآخرين في حديث آخر لو تكاشفتم لما تدافنتم يعني إذا كان كل الأمور منكشفة نعلم بأن هذا الشخص فعل كذا وكذا 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 نتنفر منه أصلا من استعد أن نتفنه لو تكاشفتم لما تدافنتم الله سبحانه وتعالى ستار للعيوب ينبغي علينا أن لا ننشغل بعيوب الناس وننشغل بعيوب أنفسنا لو استهزعنا منه طبيعي أن هذا الأمر ينعكس علينا أيضا أيضا الناس يستهزعون بنا إذا نحن استهزعنا بالناس الناس أيضا يستهزعون بنا واحدة بواحدة هذا يوجب العداوة إذا أوجب العداوة يوجب التفرقة إذا أوجب التفرقة الشرار يسيطرون وإذا سيطر الشرار الأمر معلوم المجتمع ينهار الحضارة تزول يسيطر الشرق والغرب علينا كما حدث هذا الأمر حينما ابتعد المسلمون عن أحكام الله سبحانه وتعالى ومنها هذا الحكم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم زوجة الرسول فالله عليه وعاله وسلم صفية بنت حيي بن أخطب هذه المرأة كانت يهودية بعد فبح خيبر أسلمت فتزوجها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وزواج الرسول عادة كان يهدف منه نشر الإسلام لهذا الزوجات الرسول عادة كنا من النساء العجائز الرسول كان يتزوج المرأة لكي يتحول إلى الصحر لقبيله لجماهه بعد ذلك هؤلاء يرون أن الرسول صهرهم يتقبلون الإسلام بسهولة باعتبار حالة العصبية التي كانت منتشرة بين القبائل في الجاهلية لهذا إحدى زوجات الرسول بنت أبي سفيان تزوجها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليكسبه المشركين وهكذا كثير من زوجات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهذا فيه كلام طويل ليس الآن مقام لذكره فتزوجها الرسول أولا ليطيب خاطر هؤلاء اليهود حيث قتل منهم في غزوة خيبر مجموعة وبعد ذلك يستميلهم إلى الإسلام هذه الزوجة هذه الزوجة حينما انتقلت إلى بيت الرسول كانت بعض الزوجات الرسول يعيرنها كانت عائشة وحبصة يقولان لها أنت يهودية بنت يهوديين هذا استهزاء منهما لهذه المرأة المؤمنة صحيح سابقا كانت يهودية لكن الإسلام يجب ما قبله تحولت إلى مسلمة هذه ضجرت من هذا الاستهزاء فجاءت وشكت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شكت إليه هذه الحالة الرسول قال لها إذا جاء مرة قادمة واستهزع بك فأجيبيهما قولي ماذا تنكران مني وأبي هارون نبي الله لأنها كانت من ذرية هارون عليه الصلاة والسلام وعمي موسى كليم الله وزوجي محمد رسول الله فعمها موسى وجدها هارون وزوجها الرسول فحينما قالت لهما هذا الكلام قال لها إن هذا ليس كلامك بل كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت هذه الآية أيضا ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم اللمز معناه الرمي بالعيب نرمي شخص بعيب موجود فيه طبعا الفرق بين اللمز والحمز ويل لكل همزة لمزه الحمز هو ذكر العيب باللسان واللمز هو الرمي العيب بالإشارة هذا أحد مهاني الهمز واللمز ولا تلمزوا أنفسكم الله سبحانه وتعالى لم يعبر ولا تلمزوا الناس وإنما قال ولا تلمزوا أنفسكم لأن أول ضرر يترتب على اللمز هو على الإنسان إذا لمزنا الناس الناس أيضا يلمزوننا إذا استهزنا بالناس الناس أيضا يستهزرون بنا إذا ذكرنا عيوب الناس أيضا يذكرون عيوبنا لهذا الله يعبر ولا تلمزوا أنفسكم لأن الضرر أول ما يترتب يترتب عليكم لا على الناس ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألغاء هذه مع الأسف حالة منتشرة في الحديث الشريف يقول ادعوا الناس بأحسن ما يحبون شوفوا يا لقب يا اسم هو يحب أن يسمى بذلك الاسم أو اللقب اذكره وادعوه بأحسن ما يحب لا أن تذكر لقبا لا يرغب إليه ولا تنابزوا بالألغاء وعبر عنه بالتنابز التنابز من باب التفاعل التفاعل بين اثنين ضرب نقول ضرب فلان فلانا من طرف واحد أما إذا صار بين طرفين نقول تضارب فلان وفلان يعني هذا ضرب ذاك وذاك ضرب هذا ولا تنابزوا بالألغاء طبيعي إذا ذكرت لقبا سيئا لشخص نفس قالك الشخص أو أقرباء أو عائلته يذكرون لقبا سيئا لك ولا تنابزوا بالألغاء نشوف أن هذا الشخص أحسن ما يحب من الأسامي ندعوه بها هذا يوجب المحبة إذا أوجب المحبة الاتحاد يقوى واعتصموا بحب لله جميعا ولا تفرقوا أما إذا صار تنابز بالألغاء حتى إذا كان نزاحا كثير من الأحيان المزاح السيئ يوجب العداوة مع الأسف هذه الحالة منتشرة التنابز بالألغاء يضعون لقبا على شخص يكره ذلك اللقب ولكن لأنهم يرونه يكره هذا اللقب في المزاح ابتداء يذكرون يعذونه مع أنه ارتكاب كم محرم هذا تنابز بالألغاء وهذا منهي عن بهذه الآية ولا تنابزوا بالألغاء موجب لإذاء المؤمن وهذا محرم آخر موجب للتفرقة هذا محرم طالب أمل واحد هذا يتضمن مجموعة من المحرمات بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان اسم الفسوق يعني الشيء الذي يوجب الفسق الاسم الذي يوجب الفسق هذا رجل كان نصرانيا تحول إلى مسلم لماذا نقول له هذا النصراني هذا الرجل كان فاسقا ثم تاب وتحول إلى مؤمن لماذا نذكره بما كان يفعله سابقا تاب إلى الله سبحانه وتعالى والتائف من الذن كما لا ذنبله إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى وإذا كان فيه حقوق الناس أدى حقوق الناس هذا الشخص كما لا ذنبله لماذا نذكر الفسق الذي ارتكبه بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتبقى أولئك هم الظالمون إذا واحد ماتا لا استمر في الاستهزاء استمر في اللمز والحمز والتنامز بالألقاب هذا هو الظالم يظلم نفسه ويظلم المجتمع لأن الظلم أول ما يصيب يصيب نفس الإنسان فالآية تقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنامزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون من الأضرار المهمة لكلام البديء قطع الرزق يعني الإنسان الذي يستعمل الكلام البديء الله سبحانه وتعالى يضيق عليه في رزقه طبعا هذا أيضا سبب طبيعي إضافة إلى السبب الغيبي لأن الإنسان إذا معاملته مع الناس كانت قبيحة ومن جملة المعاملة القبيحة الكلام القبيح والبديء الناس لا يذهبون يتعاملوا معه فيصير ضيق في رزقه إضافة إلى السبب الغيبي في الحديث الشريف من فحش على أخيه المسلم يعني ذكر كلام البديء على هذا الأخ المسلم سواء كان صحيح أو لم يكن صحيحا سواء كان تهمه أو كان غيبه نزل الله منه بركة رزقه بركة الرزق تسلب منه ووكله إلى نفسه وأفسد عليه معيشته الله يسدد هذا الإنسان يكل هذا الإنسان إلى نفسه وأفسد عليه معيشته ترى أنه يشتغل ويكب لكن رزقه ضيق لا يحصل من الرزق بسبب نفسه بسبب كلامه بسبب أنه فحش على أخيه المؤمن واستعمل كلاما بديئا ضد ذلك الإنسان المسلم في حين أنه عكس هذا الأمر إذا الإنسان أطاب الكلام الكلام الطيب يوجب المحبة الناس يحبون هذا الإنسان وإذا الناس أحبوه النتيجة تكون أنه في معاملاتهم معه يكون أكثر إذا المعاملة صارت أكثر الرزق أيضا يكون أكثر مضافة إلى نفوذ كلمته مضافة إلى حب حرمته يعني الإنسان إذا احترم الناس الناس أيضا يحترمونه لكنه إذا لم يحترم الناس الناس لا يحترمونه فالإنسان إذا رأى أخاه المؤمن يذكره بأحب الأسماء إليه الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان بن أميه وأعداءه يسمونه أو يكنونه بأبي تراب كانوا يتصورون أن هذا لقب سيء أبو تراب هذا لقب سيء فلهذا كانوا دائما حينما كانوا يذكرونه كانوا يقولون قال أبو تراب وعن أبي تراب وكذا وكذا حينما كانوا يريدون أن يذنون أمير المؤمنين كانوا يتصورون أن هذا من الألقاب السيئة مع أنه لن فرض أنه من الألقاب السيئة خلاف قوله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب مع أن هذه الكنية كانت أحب الكنة لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان يحب هذه الكنية أكثر من حبه لكنية أبي الحسن أو أبي الحسنين أكثر من هذا كان يحب هذه الكنية لأن هذه الكنية كناه به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما رأاه تمدداً أو نائماً على التراب فكنناه بأبي تراب يحب هذه الكنية فنحن أيضاً إذا أردنا أن نذكره نذكره بهذه الكنية أو سأردنا الكنية التي يحبها أيضاً لا كالناس غير المتورعين الذين يكني بعضهم بعضاً أو يلقدم بعضهم بعضاً بأسوأ الألقاب إذا عملنا بهذا الآن طيبنا الكلام وعملنا بسائر ما أمر الله سبحانه وتعالى نكون سادح لماذا الآن المسلمون يسيطر عليهم الشر والغرب يقتلون في كل مكان نكرنا سابقاً أنه الآن أكثر أو كل الحروب التي جرت في العشرين سنة الأخيرة وإما الطرفان من المسلمين أو أحد الطرفين من المسلمين الآن في الشيشان يقتل المسلمون بسبب الكفار الملحدين يقتلون بالمهات وفي العلوف وقابل ذلك في كنزوه وقابل ذلك في أزربايجان وقابل ذلك في الحرب الإيرانية العراقية وقابل ذلك في أبغانستان وفي الباكستان وكفر إذا تلاحظون ترون أن كل الحروب التي جرت في العشرين سنة الأخيرة أو أكثر تلك الحروب إما الطرفان من المسلمين أو طرف واحد من المسلمين والطرف اللي من المسلم من المسلمين يقتل منهم وتسبى نساههم ويشردون من ديارهم لماذا؟ لأنه بشكل عام المسلمون تركوا أحكام الله سبحانه وتعالى يمكن وفي كثير من الأحيان هذا المقتول أو هذا المسجول كان إنسانا مؤمنا متدينا صائما مصليا يحب الله والله سبحانه وتعالى يحبه لكن إذا البلاء نزل ينزل على الكل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة تركنا الصلاة تركنا الصوم أو إذا كنا نصلي أو نصن نظم أن الإسلام وأن الدين فقط هو الصلاة والصوم والحج مثلا وإعطاء الزكاة والخمس خلص هذا هو الإسلام مع أن هذا جزء من الإسلام ولا يمكن أن يكون أن يقوم بناء إلا إذا كانت جميع الأعمدة موجودة يعني إذا طرفتم هذا المكان فيه مجموعة من الأعمدة إذا نصف هذه الأعمدة أزلناها ورفعناها البناء ينهار صحيح أن بعض الأعمدة موجودة لكن إذا أردنا أن يكون البناء قائما يجب أن تكون جميع الأعمدة موجودة نحن فعلنا بعض الأفعال من بواهر الإسلام وتركنا كثير من الأمور الأخرى آيات الصلاة والصيام والحج أقل من عشر القرآن بل أقل من واحد من عشرين جزء من القرآن أين بقية الآيات؟ أين الهمل ببقية الآيات؟ منها هذه الآية تركنا الآيات القرآنية بعد ذلك نقول لماذا الدعاء لا يستجاب؟ أليس الإسلام هو خير الأبيان؟ أليس قانون الإسلام خير القوانين؟ فلماذا الشرق والغرب مع أن قوانينهم قوانين سيئة سيطروا علينا؟ لأن مقومات الحضارة الإسلامية تركناها فحضارتنا انهارت فسيطر علينا الشرق والغرب إذا أردنا الرجوع إلى العز الله سبحانه وتعالى يقول إن تنصر الله ينصركم إذا فعلنا الأفعال التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها إذا كانت معاملتنا الاجتماعية معاملة يحبها الله سبحانه وتعالى إحنا عدنا في الكتب الروائية باب باسم باب العشرة يعني المعاشرة مع الناس حقوق الأبوين حقوق الإخوان والأخوات حقوق الأبناء حقوق المجتمع هذه الروايات التي هي معقولة من الآيات أيضا إذا عملنا بها صار مجتمع سالم ذاك الوقت نكون سادح في الدنيا والله سبحانه وتعالى يرزقناها الجنة في الآخرة لكن إذا تركنا أحكام الإسلام إذا من جملة تلك الأحكام هذه الأحكام المذكورة في هذه الآية لا يسخر قوم من قوم تركنا ولا نساء من النساء النساء بعضهم نستهزأنا بالبعض الآخر وتنابزنا بالألقاء وذكرنا اسم الفسوق بعد ذلك تركنا أيضا ساهل الآيات القرآنية بعد ذلك الشرار يسيطرون علينا فالخيار يدعون فلا يستجاب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العاملين بأحكامه وأن يوفقنا لما يحب ويرطى وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تسكي النفوس بأعبق البركات أحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات نور الهدى وأحسن بالأسهر على وقت processing ترجمة نانسي قنقر